رئيس أسيسي واجه بمتابعة التدعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا دول أوروبية تبدأ وتخفيف إجراءات الحجر المفروضة بسبب فيروس كورونا روسيا تحتل المركز الثالث عالمياً في حصيلة إصابات كورونا الثانية عشر دهران العاشرة في جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القهرة أهلا بكم وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي أهلك احمي بلدك بداية النشرة مع دعاء جد الحق أهلا بك دعاء شكرا لك شادي ومشاهدين الكرام نبدأ مع حضراتكم هذه النشرة فقد وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدقيقة والدراسة الموقف بانتظام فيما تعلقوا بالتدعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المصاري الاقتصادي الآمن للدولة واللصوني مكتسبة الإصلاح الاقتصادي جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبي وزير المالية للسياسات المالية والخزانة العامة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد الدكتور محمد معيت وزير المالية بحضور السيد أحمد كوجك نائبي وزير المالية للسياسات المالية وسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائبي وزير المالية للخزانة العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية أبريل 2020 وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019-2020 في ضوء تداعية أزمة فيروس كورونا المستجد وقد وجه السيد رئيس في هذا الإطار بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعية الاقتصادية لفيروس كورونا بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالي الجاري في الثلاثين من يونيو 2020 أشار سيد وزير المالية إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وذلك على الرغم من انخفاض بعض إرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا خاصة فيما تعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة على رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجهات الرئاسية بالتعامل مع أثار أزمة كورونا لسيما ما يتصل بالقرود المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني ودعم الصادرات وإتاحة مخصصات مالية إضافية إلى قطاع الصنعة نفى مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تجدين التصريحات المنسوبة له بشأن فرض الحكومة لحضر شامل كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا والتي تم تأويلها وأكد عوض تجدين أن تصريحاته في إحدى المدخلات التلفزيونية كانت عن حديث رئيس الحكومة الأخير حول إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر سرامة حال عدم ارتزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس إلا أن البعض فهم كلامه بطريقة خاطئة مؤكدا أنه لا نية أو اتجاه لدى الدولة لفرض حضر شامل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 460 و30 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاء ونوها خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إلا ارتفاع حالة الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 2075 وعن خروجهم من مستشفية العزل والحجر الصحي فيما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 2556 حالة أم جمعات Chyll Isra وعم works عدد الحدث uri كون بدأت فرنسا الخروج تدريجيا من العزل الصحي المفروض في البلاد منذ 17 من مارس ولكن مع اتخاذ تدبير صحية صارمة وتم تقسيم البلاد إلى منطقتين خضراء وحمراء حيث تشمل الأخيرة ضواحي باريس وشمال شرق البلاد ومن المقرر أن تبقى المدارس والمتنزهات والحدائق العامة في المناطق الحمراء مغلقة مع قيود على المتاجر ووسائل النقل أما بلجيكا فقد بدأت في تطبيق المرحلة الثانية من استراتيجية الخروج من أزمة كورونا وذلك من خلال فتح المحلات التجارية مع الالتزام بشروط السلامة الصحية وضرورة ارتداء الكمامات كما سمحت أيضا للعائلات باستقبال أربع زوار فقط سجلت إسبانيا 123 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا بإجمالي 26744 حالة بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 227436 حالة يأتي هدف الوقت الذي شرعت في إسبانيا في التخفيف من قيود الحجر الصحي في بعض أجزاء البلاد فيما تبقى معظم المدن الكبرى مثل مدريد وبارشلون خاضعة لقيود صارمة يعرض رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون على برلمان اليوم خطته لمواجهة باريس كورونا خلال المرحلة المقبلة وقال جونسون في خطاب له إن خطته تتضمن خمسة مراحل وشار إلى أنه تم إقامة نظام إنذار جديد لتحديد مستوى انتشار باريس كورونا العودة للعمل لا تزال تشكل معضلة للحكومة البريطانية في ظل مساعي حذرة لتخفيف قيود العزل الصحي وتحريك الاقتصاد المقيد منذ أسابيع رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون أعلن أن الوقت لم يحن بعد لإلغاء إجراءات العزل العام في البلاد موضحا أن الإغلاق بسبب فيروس كورونا سيبقى مفروضا حتى الأول من يونيو على أقل تقدير لكنه تحدث في المقابل عن خطط لبدء تخفيف بعض الإجراءات تدريجيا وكشف جونسون نقاب عن نظام تنبيه لتصنيف مستوى التهديد بفيروس كورونا في إنكلترا من خمس درجات حيث سيحكم نظام التنبيه الجديد على مدى سرعة تخفيف قيود الإغلاق نقيم نظام إنذار يكون جديدا وهذا المستوى الإنذار سيحدد بـ R والذي يعني طبعا عدد الإصابات وهذا سيقول لنا ويطرح علينا كيف يمكن أن نواجه هذا في المستقبل وطبعا هناك خمسة ألوان من المستوى الأقل الأخضر إلى المستوى الأحمر الذي هو الأعلى وأهرب رئيس الوصراء البريطاني عن أمله أن يشهد الأول من يونيو عودة بعض التلاميذ إلى مدارسهم وإعادة فتح المتاجر لكنه حذر من أن هذا السيناريو لن يحدث إلا إذا دعمته معطيات علمية موثوقة وإذا نحن كوطن بدأنا نحقق ما طرحناه فإذا نخلال أسابيع وخلال أشهر فيمكن بكل تأكيد أن نتقدم أكثر في الخطوة التالية وربما في يونيو فإننا نعتقد بأننا يمكن أن نبدأ في المرحلة الأخرى في فتح المحلات وأيضا حتى يعود الأبصال إلى المدارس حزب العمال البريطاني المعارض وجه انتقادات لبيان جونسون وقال إنه أثار أسئلة أكثر مما أجاب وقال زعيم الحزب المعارض أن جونسون يطلب فعليا من ملايين الأشخاص العودة إلى العمل دون خطة واضحة للسلامة أو توجيه واضح لكيفية الوصول إلى هناك دون استخدام وسائل النقل العام قال وزير الخارجية البريطاني دوميني كراف إن متجرة تجزئة التي تبيع سلعا غير ضرورية لن تعود للعمل قبل شهر يونيو أقل راب إن العودة إلى المدارس خاصة المدارس الابتدائية لن تبدأ حتى الأول من يونيو على الأقرب وبشروط أعلن معهد روبرت كوخ عن تسجيل ثلاثمائة وسبعين وخمسين إصابة جديدة بفاروس كورونا في ألمانيا ليصل الإجماليو إلى أكثر من مئة وتسعة وستين ألف وخمسمائة شخص وضف المعهد أن عدد الوفاة في ألمانيا وصل إلى سبعة ألاف واربعمائة وسبع عشر بعد تسجيل اثنتين وعشرين وفاة جديدة بفاروس كورونا كشف معهد آيفو الألماني للدراسات الاقتصادية أن ركود الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا في ألمانيا أدى إلى تسريح ثمانية وخمسين بالمئة من عمال وموظفي المطاعم وبحسب المعهد فقد تم تسريح خمسين بالمئة من موظفي الفنادق وثلاثة وأربعين في المئة من موظفي وكالات السفر والسياحة ووضح التقرير أن الشركات الألمانية قامت بتسريح حوالي ثمانية عشر بالمئة من موظفيها خلال شهر إبريل الماضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلنت ايطاليا عن وفاة مئة وخمسة وستين شخصا بفيروس كورونا في تراجع ملموس لمعدة الوفاة لترتفع الحصيلة إلى ثلاثين ألف وخمسمائة وستين وحول الإصابات بالفيروس فقد اعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل أكثر من ثمانية مئة إصابة لتخطى الإجمالي المئتين وتسع عشر ألف ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى ثلاثين ألف وخمسمائة وإحدى وثمانين حالة وصل عدد الوفايات في البلاد إلى نحو ستة ألاف حالة فيما تعافى ثلاثمائة واثنين وعشرون شخصا من الإصابة أعلت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل أربعين وتسعين وفا وأحد عشر ألف وستمائة وستة وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك تسعد روسيا إلى المركز الثالث عالمي من حيث عدد الإصابات بإجمالي مئتين وواحد وعشرين ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعين ترجمة نانسي قنقر 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 رفضت منظمة الصحة العالمية تقريرا صحفيا اتهمها بحاجب معلومات بشأن فيروس كورونا المستجد بعد ضغوط من الصين صفة التقرير بأنه دعاءات كذبة أقلت المنظمة في بيانها إن التقرير الذي نشرته مجالة ألمانية يتحدث عن أن الرئيس الصيني طلب هاتفيا من مدير المنظمة حاجب معلومات بشأن انتقال الفيروس من شخص لآخر وتأخير إعلان الجائحة عار تماما عن الصحة صفة التقرير بأنه يصرف الانتباه عن جهود المنظمة والمجتمع الدولي لإنهاء جائحة فيروس كورونا أحصت المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكثر من مليون وثلاثمائة ألف إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وذلك بعد تسجيل 26.660 إصابة جديدة في غضون ذلك قالت جماعة جونز هوبكنز إن الولايات المتحدة سجلت 776 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ليرتفع بذلك إجمالي وعدد وفاة الجائحة في البلاد إلى 79.522 نفى البيت الأبيض تقارير وسائل إعلام أمريكية عن قضوع نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس للحجر الصحي بعد تشقيص إصابة سكرتيره الصحفي بفيروس كورونا وأكد مكتب نائب الرئيس الأمريكي أن آخر اختبار تم إجراءه لبانس كانت نتيجته سلبية وأنه لا يعاني من أي أعراض خاصة بالفيروس سجلت المكسيك 1562 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي وعدد حالة الإصابة في البلاد إلى أكثر من 35 ألف وعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن تسجيل 112 حالة وفاء جديدة ليرتفع أيضا عدد الوفيات إلى 3465 أظهرت وكالة بيانات الصحة العامة الرسمية في كندا ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا بنسبة 2.2% فقط ليصل إلى 4728 حالة وهي واحدة من أدنى الزيادات اليومية منذ بدء الوباء ولغ عدد المصابين بالفيروس في كندا نحو 77 ألف أعلنت وزارة الصحة العمنية عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وبذلك تصبح العدد الكلي للحالة المسجلة في السلطنة 3573 فيما بلغ عدد الوفيات 17 حالة سجلت كوريا الجنوبية 35 إصابة جديدة بإجمالية 10909 حالات يعد هذا الرقم هو أعلى عدد إصابات ببارس كورونا منذ أكثر من شهر بسبب ظهور بؤرة جديدة للعدوى في حي مزدحم في العاصمة واستأنفت الحياة مسارها الطبيعي في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي ولكن في نهاية هذا الأسبوع أمرت بلدية سول وبعض المناطق المحيطة بإغلاق كل الملاهي الليلية والحنات حيث تقشى السلطات من انتشار الوباء مجددا تدرس الحكومة اليابانية رفع حالة الطوارئ عن الكثير من مقاطعتها الأربعة والثلاثين قبل موعد العام المقرر لهذا الرفع في الحادي والثلاثين من مايو وذلك لكونها أقل تضرورا من جائحة بارس كورونا وبحسب الحكومة اليابانية فإن تطبيق هذا القرار سيكون مرهونا باستقرار نسبي لعدد حالات الإصابة مع إمكانية إعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى حال تغيرت الأمور هذا وستبقى حالة الطوارئ سارية في توكيو وعوساكا و11 مقاطعة أخرى أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا آدرين أنه سيتم السماح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور السينما والمراكز التجارية والصفر داخل البلاد ابتداء من يوم الخميس المقبل وذلك في إطار تخفيف معظم القيود التي تم فرضها لمنع انتشار بارس كورونا وقالت آدن أنه يمكن استئناف الدراسة بالمدارس بدءا من الثامن عشر من مايو مضيفة أنه سيتم قصر التجمعات على عشرة أشخاص فقط وفي سياق المتاصل أعلنت نيوزيلاندا عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس سجلت الصين 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في أعلى زيادة يومية منذ الثامن والعشرين من إبريل ووضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات المسافرين قدمين من الخارج كما سجلت خمس حالات منهم في مدينة ووهان حيث بدأت تفشي فارس كورونا لأول مرة هذا وقد بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفارس كورونا في الصين 82.918 بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4.633 أعلنت السلطات الصينية افتتاح مدينة شانجهاي ديزني لاند الترفيهية بعد إغلاق دام لثلاثة أشهر بسبب تفشي فارس كورونا المزيد في هذا العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونتحول إلى باكستان حيث ارتفى عدد مصابي فارس كورونا المستجد في باكستان إلى 30.466 وذلك بعد تسجيل 292 حالة إصابة جديدة وبحسب الصحة الباكستانية فقد ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 662 بعدما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة أعلنت الهند تسجيل 4213 إصابة جديدة بفارس كورونا و97 حالة وفاة خلال 24 ساعة أضحت الصحة الهندية أن حصيلة الوفايات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2109 حالات بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 67153 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن منظمة الصحة العالمية علقت نشاط موظفيها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقالت الوكالة أن الصحة العالمية اتخذت هذه القطوة بدأ في الضغط على جماعة الحوثي ودفعها إلى تحري قدر أكبر من الشفافية إزاء الحالات التي يشتبه في إصابتها بفارس كورونا هذا وقد أعلنت الحكومة اليمنية حتى الآن عن 51 حالة إصابة بفارس كورونا المستجد وثماني حالات وفاء في حضر موت وعدن ولحج وتعز أكدت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أي حالة إصابة بفارس كورونا لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي بينما تستعد الحكومة لمزيد من تخفيف القيود وكانت تونس التي أعلنت أول إصابة بالفارس في الثاني من شهر مارس الماضي قد سجلت حتى الآن ألف واثنتين وثلاثين حالة إصابة وخمس واربعين حالة وفاء أعلات وزارة الصحة القطرية عن تسجيل ألف ومئة وتسعين وتمانين حالة إصابة جديدة مؤكدة بفارس كورونا فضلا عن وفاة حالة واحدة وبذلك وصل إجمالي عدد حالة الإصابة في قطر اثنين وعشرين ألف وخمسمائة وعشرين حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفايات أربع عشر حالة قال رئيس غانا إن عاملا في مصنع للأسماك في مدينة تيمة المطلة على المحيط الأطلسي أصاب خمسمائة وثلاثة وثلاثين عاملا آخر في المصنع بفارس كورونا وأدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الحالات الإصابة في غانا إلى أربعة ألاف وسبعمائة حالة في أعلى عدد من الإصابات في غرب إفريقيا بينما توفي أثنين وعشرون آخرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلن الجيش الليبي عن مقتل قائد الفيلق الثاني المدعو محمد هنداوي والموالي التركية وضفان ذلك جاء خلال عملية نوعية قامت بها الوحدات العسكرية في ساعات الفجر الأولى بمحور عين زارة قربة رابلز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كلف رئيس الوزراء العراقية مصطفى القادمي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قائما بأعمال وزير النفط حتى شغل المنصب ومن المقرر أن يجتمع علاوي بكبار المسؤولين بوزارة النفط ورئاسة الاجتماع الخاص بالتسعير تستانف بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين مفاوضات ما بعد بريكسيت عقب جولتين شهدتها اختلافات عميقة لم يتحقق خلالهما تقدم وتبدأ المفاوضات التي تستمر لمدة أسبوعين بجلسة عام عبر الفيديو يشارك فيها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ونظيره البريطاني ولا تزال بريطانيا جزءا من السوق الداخلي والجمارك بالاتحاد الأوروبي وتلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي وتدفع للميزانية ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية قال الجيش الإيراني إن الحادث أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 15 بجروح هذا وأفادت وكالة أنباء فارس بأن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية تم خلال مناورة في مياه بحر عمان قرب خليق قرموس موسيقى انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب الطريق بشفل متعاقب بحين يقع شمال العاصمة الأفغانية كابل مما أصفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل وقال المتحدث باسم شرطة كابل إن فريقا مختصا بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات ولم تعلن أي وجهة مسؤوليتها عن الحادث قتل ثلاثة عناصر من قوات الأمم المتحدة واصيب ثلاثة آخرون في شمال مالي بعد انفجار لغم استهدف عربتهم العسكرية تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة وتنشر الأمم المتحدة بعتة لحفظ السلام تضم ثلاثة عشر ألف جندي من عدة دول وهي منتشرة في أنحاء مالي وقه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي بابجان انتقادات حادة للسياسات الأقصادية لحكومة حزب العدالة والتنمية وأشار إلى أن الحكومة نقلت الميزانيات الاحتياطية في البنك المركزي إلى خزانة الدولة وأنفقتها أشار بابجان في تصريحاته إلى هيكل الاقتصاد التركي كان ضعيفا حتى قبل الأزمة الحالية لفارس كورونا ولافتا إلى أن البنك المركزي التركي أنفق كميات كبيرة من احتياطات النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة لدعم الليرة وأوضح أن تدخلات الكثيرة للحكومة في سياسات البنك المركزي وغياب استقلاله أدى إلى أزمات كبيرة تواجه الاقتصاد التركي اتامت العديد من وسائل الأعلام الدولية تركية باستغلال جائحة كورونا لتبادل شحن الأسلحة والمعدات العسكرية مع عدة دول بحجة إصال مساعدات طبية طريقة من قبل أنقرة الدور التركي في دعم الإرهاب لم يتوقف عند ذلك اتكشفت تقارير أمريكية أن الجيش التركي نقل أكثر من ألفي طفل ومراهق سوري للقتال في ليبيا بعد إصدار وثائق مزورة لهؤلاء الأطفال وجهتها وسائل أعلام دولية إلى تركيا باستغلال جائحة فيروس كورونا لتبادل الأسلحة والمعدات العسكرية مع عدة دول تحت سطر إيصال مساعدات طبية طارئة من قبل أنقرة وبحسب تقارير حديثة فإن العديد من طائرات الشحن التركية لا تحمل أي مستلزمات طبية وتذهب إما محملة بالأسلحة لبعض الدول أو فارغة لتعود بمعدات عسكرية من دول أخرى وسط تحذيرات من أن تلك المعدات العسكرية سيكون لها تأثير مدمر على الأوضاع في سوريا وليبيا في تلك الأثناء قالت صحيفة ألمانية إن تركيا انتهكت في الأسابيع الماضية قرر حظر تصدير السلاح لليبيا بشكل متكرر إذ نقلت أسلحة ثقيلة لترابلس لدعم الإرهابيين الذين يقاتلون في صفوفها هناك وبخلاف الأسلحة الثقيلة والمدرعات والعربات المصفحة نقلت تركيا العشرات من الطائرات المسيرة إلى ليبيا والآلاف من المرتزقة السوريين يقودهم ضباط من الجيش التركي الدور التركي في دعم الإرهاب لم يتوقف عند ذلك فقط إذ كشفت تقارير أمريكية عن جريمة جديدة ترتكبها الحكومة التركية في ليبيا حيث عمل الجيش التركي على نقل أكثر من ألفي طفل ومراهق سوري للقتال في ترابلس موضحة أنه يتم إصدار وثائق هوية مزورة لهؤلاء الأطفال وتخفي تركيا وراء تدخلها في ليبيا أطمعاً اقتصادية ومالية فجة إذ تطمع أنقرة في احتياطات البلاد الغنية من النفط والغاز كما تطمح لبسط سيطرة شركاتها على العقود الاقتصادية في ليبيا ولم تجد أنقرة وسيلة لتحقيق هذا الهدف إلا عبر دعم الإرهاب أعلنت نيابة العامة إثبات تقرير الطب الشرعي أن وفاة شادي حبشي بمحبسه جاء بسبب التسمم الكحلي وما أحدثه من تثبيت للجهاز العصبي المركزي وفشل تنفسي حاد وقال بيان النيابة العامة أن الفحوصات أثبتت عدم وجود أي أثار إصابية ظاهرية حيوية حديثة به تشير إلى عنف جنائي واقع على المتوفى وضافت أن التحقيقات مع اثنين من المحبوسين مع المتوفى أفادت بأنه قام بمزج كمية من الكحل المثيلي بعبوة للمياه الغازية ليكون لها تأثير مسكر وهم أدى إلى وفاة شادي حبشي هذا وقد أهابت النيابة العامة بالمواطنين بتحرد دقة فيما يتداول بالموقع الإخبارية وموقع تواصل الاجتماعي المختلفة من أخبار متعلقة بالتحقيقات التي تجريها يستمر العمل في مدينة الفيوم الجديدة والتي تعد واحدة من مدن الجيل الثالث ولكن مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية للعمال في مواقعهم المختلفة رغم جائحة كورونا التي تكتاح العالم إلا أن العمل يتواصل في المشروعات التنموية والقومية هنا مدينة الفيوم الجديدة وأحدة من مدن الجيل الثالث التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية العمل هنا مستمر لا يتوقف ولكن مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية للعمال في مواقعهم المختلفة جيبنا الناس بالتناوب والعمل إن شاء الله مستمر ما يتأثرش خالص إن شاء الله زي ما نشوفته على البوابة بالنسبة لنا الجايبين من ترمونوتر الحراري أي حد بيخش الجهاز بيتمياز درجة حرارته لو درجة حرارته أعلى في حدود 38 أو أعلى ما بنحاول نخليه ما يخشش أو أنه بيأخذ أجهزة لو هم موظفين بنروحه لو من المواطنين بندخلوش في اليوم ده بنقوله تعالى تميونها تقع المدينة على بعد 15 كيلو متر من مدينة الفيوم الحالية وتجرى الأعمال باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمدينة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا اتخاذ الإجراءات الاحترازية من توزيع الكمامات والجونديات والمسافات التباعد بين العمال ويتم تأسيم مورديات طبعا بحيث أنه يكون تقليل عدد الكسافة للعمال في الموقع الجواندات ما بنخلعهاش من إيدنا أذوات الوقاية كلها معانا معانا الكحول على طول دايما يعني معانا في العربية المأوليين كل ده بيبقى معاه الكمامات زي ما انت شايف الجواندات ودي على طول يعني كل يوم فالدنيا الحمد لله ماشية كويسة يعني مش إنه هو مثلا بنبسها شوية وخلاص لا هو العامل ذات نفسه أو الصناعي عرف الموضوع ده الإجراءات اللي قيل عليها الدولة السيادتك احنا عاملينها اللي هي من كمامة الجواندية الإجراءات الاحترازية كلها اللي قيل عليها الدولة احنا بيعملها وفيه ناس برضك من الجهاز بيعدوا علينا بيشوفوا مثلا إن كان فيها حاكمات فيها بتاع كده بيتكلموا في الموضوع ده وأي حاجة يعني الحمد لله رب العالمين ما حصلش تأثر بالنسبة للشغل السري العمل يعني يتواصل العمل على قدم وصاق داخل الكثير من المشروعات القومية والتنموية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فهنا تم الانتهاء من تنفيذ 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعية تمهيدا لتسليمها لمستحقيها تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف الحالي لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي الغربية وذلك في اجتماعين حضره الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وقد أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الأهمية الاقصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربية لما لها من دور في جذب عدد من الاستمرات المحلية والأجنبية قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن رئيس الوزراء وجه بإيقاف الترخيص للمباني الجديدة أو التعليات للمباني السكنية بالمحافظات لمدة ستة أشهر أضف شعراوي أن رئيس الوزراء وجه بأن تكون القرارات مقتصرة على المباني السكنية التابعة للمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية أشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك القرارات ستطبق على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجالي تنفيذها لحين تأكدي من توفر الاشتراطات البنائية والجرجات أصدرت وزارة تخطيط تقريرا بعنوان سبع سنوات بناء والذي يرصد المشروعات المنتهية والجرية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 وقالت وزيرة التخطيط هلا السعيد إن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجري تنفيذها منذ يوليو 2014 وحتى يونيو 2021 حوالي 25 ألف مشروع بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه أعلن وزير الاقتصاد والمال السعدي محمد بن عبد الله الجدعان اتخذ إجراءات اقتصادية منها يقف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو وذلك لمواجهة الأصار الاقتصادية لفيروس كورونا وأكد الجدعان أهمية هذه الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة مؤكدا أن المالية السعودية تعرضت لثلاث صدمات هي انخفاض أسعار النفط وتوقف الأنشطة الاقتصادية بسبب كورونا وأخيرا النفقات غير المخطط لها وزيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر وضف وزير الاقتصاد السعودي عن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤلمة ولكنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بدعم من التوجه العالمي لعادة تشغيل الاقتصاديات وتخفيف قيود فيروس كورونا وعلى صعيد التدولات ارتفع مؤشر كاكا الفرنسي بنسبة فاصل واحد بالمئة في حين ارتفع مؤشر فوتسي مئة البيطاني بنسبة فاصل سبعة بالمئة في حين ارتفع داكس الألماني بنسبة فاصل ثلاثة بالمئة قلنا ابو رئيس رابطة لعبي كرة القدم المحترفين في انجلترا ان اللاعبين يشعرون بالقلق على صحاتهم مع قرار الدوري الانجليزي باستيناف الموسم وسط جائحة كورونا وترغب رابطة الدوري في استيناف الموسم في يونيو المقبل على ملعب محايدة بمجرد أن تحصل على الضوء الأخضر من الحكومة ولكن اللاعبين يشعرون بالقلق من نقل العدوى عند التنافس في رياضة يحدث فيها الكثير من التلامس والاحتكاك ترجمة نانسي قنقر قال خفيار تيفاس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه يأمل في عودة المباريات في الثاني عشر من يونيو المقبل بعد توقف لا أكثر من ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا أكد أن كل المباريات ستقام بدون جمهور مثلما سيحدث في دوري الألماني الذي يستعيد نشاطه في الأسبوع المقبل تعرضت عودة الدوري الألماني إلى انتكاسة مبكرة بعدما أعلن نادي دينامو دريسدن المنافس في دوري الدرجة الثانية عزل جميع اللاعبين بعد اتشاب حالتي إصابة بفايروس كورونا انتكاسة مبكرة لخطة ألمانيا لاستئناف منافسات قرة القدم في السادس عشر من مايو بعد وضع فريق دينامو دريسدن المنافس في دوري الدرجة الثانية بأكمله في الحجر الصحي النادي الألماني أعلن في موقعه على الإنترنت أن الفحوص التي خضع لها أفراد الفريق كشفت عن إصابتين بفايروس كورونا المستجد وبعد تحليل الموقف قررت السلطات الصحية في دريسدن وضع الفريق بأكمله بما في ذلك الجهاز الفني والإداري في حجر صحي لمدة أسبوعين في منازلهم وبسبب إجراءات الحجر لن يستطيع فريق دينامو دريسدن مواجهة يانوفر يوم الأحد المقبل في مباراته الأولى بعد استئناف دور الدرجة الثانية عقب التوقف الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا ومن جانبها أعلنت رابطة الدور الألماني أن الهدف يبقى استكمال الموسم ووضع الدوري قواعد وإرشادات مفصلة للتدريبات والمباريات من أجل تقليص مخاطر العدوى بما في ذلك إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس لكن كيفية التعامل مع اكتشاف حالات إيجابية خارج سيطرة الدوري لأن القانون الألماني ينص على أن التعامل مع أي حالة في يد سلطات الصحية فقط ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية الكبيرة التي أعلنت أنها ستستأنف منافسات الدوري بدون جمهور لتراقب بطلات الدوري الأخرى عن كثب استئناف ألمانيا للمباريات ختم النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء الرئيس السيسي يوجه بمتابعة التدعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا دول أوروبية تبدأ تخفيف إجراءات الحجر المفوضة بسبب فيروس كورونا روسيا تحتل المركز الثالث عالميا في حصيلة إصابات كورونا ولمزيد من الأخبار تابع موقعنا الإخباري وقبل الختام جزيل شكر للزميل مترجم الإشارة محمد عبدالله وبالتأكيد شكرا جزيلا لحضراتكم وإلى اللقاء شكرا جزيلا لحضراتكم وإلى اللقاء